اشتركوا في القناة 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 خاصني حتى أنا أقول لأبس بحالهم يك هو اللي يبغى بحال هكه يتحمل المسؤولية الوالدة كانت كتدو فيها وكانت قوليها بزايف هد شي ما قد روش نعيش بحال هكه الوالدة كانت يقول لأ أخلي هي دي اللي يبغى وولدي هذاك وبغيت نعيشه أحسن عيشه كنت كمشي كننأخذ الحوائز اللي بغيت وقلت حتى أنا بحال يبحال الوالدة كانت مغادي في لد وكان حصواصي بحالة طائف السماء ليس بحلقة عن الناس اللي غادين على الهض السلام ما كان قوله للبنادم كنت نشوف الناس متاكن اللي يخدامين في فلدية كي يجيب لي الله بحال شي حوتاله ليس بنادم كم قنطلع وننزل فيه وكنكمل طريقة عادي ما كنت نعرف المعنى التواضع الوليدة مسكينة اللي كنت بغيت بشي للسوق تنشي حاجة تقيلة كمشي معها كانت كنتشوفني كيف كنت تعامل مع الناس ما كنت يعجبها الحال كنت قولي حاجة واحدة حسب يلاه هو نعمة الوكيل والله هتخرج عليك عياش مسكينة بش تكالي من جهتها وكتحاول ترجعني الاصل ديالي باللي هاتشي مخدامش خاصتك شكون ما بيوم تواضع احنا بحالنا بحال الناس اللي غوين ولكن الوليدة غلبة وقدر تنميل الوليد كتاب من نهية تقدر الوليدة قاعدك شي خاصة ليش مضاب عنوية كنهزو بك شي شوية تقصونا الوليد فين كومتومة قد احناكين في السوق حنجين دابة قلنا انا قائب ليكم تسنوني تمك السوق مستحي لدخل لي الطموبيل هيت كان عاما بزاف بالكارس بل يوصل الوليد وشاف نهاز معه وعقانة ما تستطعت لي وبدك يغوت على قدام الناس كان ضعب اللبسة ديال الخدمة شاف واحد ديال يسس تمك عيط علي قالي هاتش 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 ديالي طموبيل طبيعت حال ديال ما غد يقدر يقول لي هوالو هاتش دكش يقول شالك شاف وخات قيل وتم غادي به الطموبيل ديالواليد حل بقى لاحظة هذا الشي كامل حنطلعنا الطموبيل دك ديال يبقى كيشوف في الواليد عموش غادي ضوار معه لا لا الوالد دي ماروه ما غا شلحت الله يحب الوالدين الوالدة مسكينة تخبي عليها هبطع دجاجة وزبدة عشرين دا هامة ولاحت لدك الوالد مش الوالد مسكين كيجري هزتك العشرين دا هامة هو باسه وداف جيبه طيق كاملو الوالد والوالدة غادي نكيت ناقو اول حاج علش بيجي تقضي بوحدك يلي كنقول لك خلي حتى مشي معك تاني حاج علش بيجي تتري معا او باسه غادي كتشوف في الوالد وقاتليها اشتهت الوالد هذا انت اللي غادي تخرج عليه غلا ماشي شغلك والدي هاداك وخليني منيلي الوقت غادي كتدوز وانا غادي كنكباه واحتها التكبر اللي فيا غادي كيكباه ويليت نصها طبق الاصل الوالد ديالي من بعد ما دهست الوقت وكبت بيت كنوجهة للباك الدراج اللي كانو يقاهم معا بك نص مصوقين للباك سوما مصوقين الكاظو اللي غادي نياخده إلى جاب الباك كنت كنمت بقانك لسحدهم وكان سمع كل واحد كيكول كل واحد شنو غادي جيب ليه باكة كاظو إلى جاب الباك كين مول ميرسيدس كين مول بام كين اللي عايز لداخ المعطة الكبارت كانت قيباً 24 مليون من بعد دار عندي واحد دري كانت سميش وائل قال لي يا ياسر وانت ما قلت لنا ما سيجيب لك باباك من اللي ستنجح في الباك ما قلت انت عارف بس نجاوبهم قلت يا الله ما عارفت بقي ما حاطت في بالي والو دوكي ضحكوا كاملين وقالوا لي من اللي احسن تأخذ الطموبيل هذه هي الفرصة ويمكن منه ذلك العشية ومشيت للدارة وبقتك تدور لي في البال ريالي خلي تحتاجه الوالد في الليل قلت إن كانت عشاو وقلت له الوالد الدريل اللي يقاوم معايا قلت عافهم زيان وهما اللي كان عاما معاهم كينوائلة ود الحاج العلامي وكين خاليد ولطفي قال لي اعافتهم مانهم قلت انت عاف حنا كاملين كان وجدوا الباك كل واحد ديام عمطة هم غدي يجيب لي مشي حاجة إلا جابوا الباك قال لي مشي مشكلة ودي حتى انت نجيب لك اللي بغيتي الوالدة بدت تتحكوا قلت لي ومالها ودي خسارة فيك انت قبل من الباك اي حاجة بغيتها اعطا عليك الباك لكن الوالدة وائل غدي يجيب لي ابا ميسيدس خاليد بغي بأم كل واحد شنو غدي يجيب لي اباك قلت عن الوالدة وقلت له اصولون الدي شنو غدي يجيب لك انت بابك وقلت لهم باقي نفك واش تقدر حتى انا تشيلي اشيطة موبيل الوالدة هنا وحلت لي الماكلة قلت عن الوالدة وقلت له تعشت يا ولدي تعشت ما شوقت تضحك دابا لا ماما انا ما كنتحكش كندو معكم معقول ما يمكن الصحابي كاملين شوط موبيلات شوام مطا وانا ما شاولي اوالو ضعت عندي والد وقلت له شنو بغيتي منك له دابا ضعت عندي الوالدة وقلت لي شوفا ولدي اخوتي كاملين اللي هم اخوالك لمخير فيهم اللي انجحوا جاب معدن زيان قاعه شاولي جدك بيكالة وكان غدي طيب الفرحة هاتشي اللي كتقول فيه لانت لاباك انك كنتفرج في غاف الافلام نعلو الشيطان شوية ضعت عندي وقلت يا باك ما شبح لك الناس اللي كتعاف وباك الامكانية اللي عنده يقضى يعيش كإنسان عادي ولكن هو كيتعلق فين يتفلق الوالد هنا ما احملت راسه قال اجمع فمك ضعل عندي وقال لي يا ولدي طموبيل جاجك ما فهمت وقاله هي قلت يمنين جوك وتعاف طموبيل حل ديال الفلوس قال لي ماشي شغلك بينه وبين والدي فرحت ذلك الليلة وبست لي راسه ومدانيش تنعاس بالفرحة بليش كنراجع للباكة ديالي وكندوز بيامي في وصل الوقت المهم حتى انا وليش كنتلقع معده وكنقول لي مشنو كين حتى انا قد ناخد شي طموبيل ولكن ما غاليهش بثاف وقت حتى نتعلم زيانا قد نبدا وناخد شي طموبيل حتى انا طلعت كدابة كثير من الوالد الوالد يوفى لي طموبيل الاحلام الصالحة اللي عنده مكافيش خصوصا من اللي تحول من السكنا واسكن في واحد الحي اللي عاقي غال الكال دياله كان دزبالة الفلوس اي واحد يحسب مع الوالد صالحة دياله غادي عافه مكافيش دونك الوالد كان مخدم جاوي ومخدمش يدخلوا خل هو من اللي عافني بغي طموبيل لقد تخلوا الوالد اللي كان يدير ذات دوبلو ولا كتر مهم دست الوقت ونجحت في الباك جبت معدال مديان بالسعف تقعبا دلائع عشراني كاملين يجحوا في الباك من وقال الباك ولينا كل سمان تقعبا نتعادوا عنده واحد في الفيلة دياله ليه واحد حفلة كبيرة محتى في البيب وفي ذاك الحفلة كما طليل كونتاك في الطموبيل اللي كتكون مخزونة في شي كونت في ذاك الفيلة حتى كمشي ونحيده على الباشر ونصفقه كاملين ماشي نعاد للول الثاني الثالث كل شي وفاهم وليديهم بالكلمة إلا أنا الوالد كل السمان كتكمشي عنده واحد كنقول لها اه اليوم عاد عن نوائل شاليه با واحد طموبيل سوية 70 مليون وقدو السمان اخو عبتاني كنقول لها اه ماشينا عند فلان ماشينا عند فلان حتى قاديتهم كاملين وبقيت غير انا بوحدي كنت ذاك السعبا قم اخذيش البيمي وهذه الحجة اللي كنت عند الوالد وكنت حتى الحجة ديالي أنا مع العشران ديالي من اللي اخذوا الدرية طموبيلاته مابقيتش كنقلص في الدار والليتي غميا كنخرج معاهم بشو القاوي كنصهو شوية الوالدة ما كانش عاجبه الحال العكس ديال الوالد كان ديما تقوله خلي الدرية عيش حياته المهم هو انه نجح في القايا بينو بينكم وليتلاقي دكشي لبريت اي حاجة كنقول الوالد ديال الفلوس كعطاه ليه كم شو الاحصل اللي كيني في المدينة ما تلقاش واحد فاقير كي دورت امك هيت غيرت دخل دير زبالة الفلوس من بعد ما كنخرج مع الدرية يوميا ننسي الطموبيل ديالي يقع وليت كنقول لاش را قادي ناخده هم صحابي عندهم الطموبيلات صافي نخرج معهم واحتى هم انسوا ما بقاوش يجبدوا معي الموضوع ذكشي اللي شرخفت عن الوالد وراكم عارفين خرجة ديال الاربع الدراري داروري ما غادين يكونوا في مغان المصائب اول حاجة خاصنا داروري نضبروا على الدرية من بعد غادة تبدأ تدخل البلية والبلية ديال هات الناس ماشي بحدي الفقارة الناس المكحطين ساكن حتى الى التبلاغة ياخد بعض وقع بخمسة درهم اولا شي عجب لي ما فييش خمسين درم اما هات الناس كي نرى خمسمية درم والفوق المهم احنا بربعة تعرفنا على ربعات درية حتى دوك البنات مقطعين بها انه تقول ما عنده مش الوالدين من اللي كجي تشوف كتلقاها جيال بواطة بالموافقة ديال والديها بجوج وقت ما دخلت للدار اهانية ما كيش مشكل كانوا ذاك البنات تمك لي كتامها بعض حتى ما عندهم طموبيل كيبشوا مجموعين لو معهم وائل وقالي هم بلي الوالدين دياله ما كينيش في الفيلا الاسم الجمعوث انضحكوا تمك حسن من هات القونت هذا قالوا لي صافي ماشي مشكل ركبنا احنا الطموبيل ديالنا هم في طموبيل ثم ومشينا الفيلا دياليكت مع دخلنا بقينا اعطينا الشراب والمخديرات للليل كامل الغد لي ما فقنا حتى ال 12 كل شي صابح متمن وراسه غدي تفاقع نضو الضيات مشوف حاله ثم وبقينا غرحنا الدهاري كنضحكوا كنتفكروا الليلة كيف اشدازته وعجبنا الحال بزاف تليفون ديالي كان طافي من اللي شعلته كاللقى 200 ميصاش الوالدة مسكينا منعسات الليل كامل عايت لاوكت لاسمح لي بزاف الوالدة انا بقيت مع وائل في فيلا دياله طفالي ديالي التليفون ما عندك مناش تخافي عليها شبعت فيها سببانا قطعت عليها بس الدهاري ما يسمعوش لك المعيور دياله اما الدهاري عادي عايت الوالدة هم مكين شليدوا معهم قاح من بعد كل واحد فينا مشى الضار مشيت للدهار ونلقيت الوالدة كاعي عليها عكس الوالدة اللي كان ناشط وقالي كده وستيلي لمزيان بروفيت يا ولدي واش مالي تبدأ القايا ان شاء الله غالي نشوي لك شي مدرسة كبيرة بقالي الطموبيل انا ديالك في البال حد نكمل شي فلوس وغالي نشير عليك قال الوالد ما عندي ماندي الطموبيل الفلوس ديالي غا خلي امليها تتقيد بمشي مدرسة فرح بزاف من اللي سمعت لهذاها وقال الوالدة شتش يا ولدي الوالدة مسكينة ما كانت شبا غدو معايا كانت باقعة مقال القاعلية وقال الوالدة ما عندك منش تخافي اغاني اغاني مع اصحابي كنا اغاني في الفيلة كنضحك وصافي بقيت معايا حتى ضحكات وهذا هو البروغرام اللي ولديه اليوميا ولديه اليوميا يجيو تاريه السولين الطموبيلة وكمشي ونصهو كنا كنشاب وصافي عمى ندر نشي عجب اخر حتى الوحد نهار كانت معنا وحد البنتة ببها بارلماني شبعاني للعاقة قلت سمعنا و البنتة ماشي نورمال ساعة ساعة قدت حك في الدهار و في نيفا قلت عندي واحد صاحبته قلت له شنو دابا وش عايت ليه جاي فطايق قلت له اههه قل يانا قابت قلت له اما لكم يكلابس وشي واحد ما جاوبني قلت تقريبا شي عشرة طايقة هو صوني التليفون دياله قلت لصاحبته نوضي نوضيها كيف الباب حلات الصاك دياله بغت تعطي الفلوس قلت لصافي ام عندي خجرت كتجري لحد الباب كانت واحد طا موبيلة غولف كحلا الجاج دياله كامل فيمي طلع له واحد خونه مطالة ميكا وعطته الفلوس قلت لصافي ام ودك شي عندي قلت لصافي ام ودك شي عندي قلت لصبقيني الطواليطة نجيين عندك دابا ممشو جوز للطواليطة من بعد تمو جين غاك يضحكو قلت لدي وائلو كلي ها تمالت جوجدو قلت لي مارك تمعيش معنا صاحبي قلت لي غا صبا صبا اشوية غادي تعاف كل شي قلت لديك جوزة ديالفيلة غاك نضحكو شوية خرج الاب دي الوائل والام ديالو بدوك يضحكو معنا وشدين فينا من بعد قلو لنا بصحتكم الام دي الوائل قلت لي لقصت كشي حاذا سير البلاكرا حنا ما غاديش نجيو الصباح حتى الغدة في الليل قلت لصافي اخو دي راحت كماما صافي را عندي وائل بشل واحد بلاسة كان خازن فيها الشراب اجبت البيرات وقاعدة الشراب وصوب واحد القدسة كبيرة حاط القطعة الوسطى وبدينك نشربو ونشطحو ونضحكو من بعد تقريبا شي ساعدي المقانة ناضوائلة لعندك البنت اللي ناضط للطوالد قل لو اعطينا تحن نجربو معك قلت لي شنو؟ قل احنا عارفين شنو كدية غا اعطينا قلت لي لا تشيلي عندي الله يكفيني قل لما تخفي والو إلي خصتك شي حاجة أنا رادي نجيبليك قلت لي وش انت مريد قلت لي عندي انا يكفي واحد على الأسف يمشي مشكلة اعطيني نجرب انا اللي اولا وعطيتنا بك السيد انا قد نخلصو اجبت التليفون عطيت لها كلام من بعد نساعة نجيبك تلك الشي وقدمنا عندنا الميكا وسرح ثلاثة الاسطار فوق الطابلة هبط على الاسطار اللي اولا ومشي واحد دي اخوه هبط على الاسطار التاني بيني وبينكم انا في الاول كنت متعدد ولكن مليش تملي ضبور الاسطار وعطينا الضحك والناشاط والشطيحة زعمته واخديت سطار التالت في الاول ما حسيت بوالو من بعد بدتك اطلعني واحد طيار اللي زوينا بالساف نظنا كان شطحوه مع قليش على راسنا من بعد تقعيبا شي ساعة عادي لما كان نعجدك هنا خدمنا عنده واقيد سلعة كاملة وخلصو وتخلنا لداخله وبدينا كان ضعبو فيها البنت كان تمود مينا كتان منا بالساف خدت شوية وخزناته في الساقي ديالا ديالا بحساب الغد ليها فهلت قطعات تلقى برس ديباني وكانت هادي هي اكبر بلية ذاتها في حياتي واكبر مصيبة اللي غدت دمالية حياتي ذات النهار اللي اولو عجباتني قلت غادي غادي نجاوب ونحبس ولكن ذاك الاحساس كان زوين بزاف عديد البلية كانت موجودة وليت كان ضعب ضواء هو كان ضعب اسطاء السمانة كاملة وانا كان ضعب ذاك المصيبة الكحلة حتى ذاك المصيبة تخلطت لي مع الدم ولا ضعوري خاصنين ديالا صيبت قريبا كامل دوستو بلية عماني حطيت ديب جيبي ولكن ذاك شي تخلط لي مع الدم الوالدة مسكينة اللي كانت حاضية معايا ولكن كش كندوز عليها تذكرك اما الوالدة ما كشك يسول قاع ايش حياتكو بروفيتي الماكسيمو قبل ما تبدأ القايا عود تاني من اللقابات تبدأ القايا قيت انوائي البوحدنا لدري لدريات كلهم صيبطهم والدهم يقابر وائل الوحيد لما كانت باقي قابرة قال الوالد ديال انا بريد انكمل هنا من اللي سولته علاش قال لي ديال اخوه كان قايا في غناطة ودوز العذاب ديال بالصح وائل من ذاك النوع المعقاس ميقضى شي طيب الراسه ويعيش بحيات ذاك الزوافرية ذاك شعلاش كان بغيها برادة من اللي يمشى ودريات كاملين وقيتها نوائلة عاد حسيته بالطابة والتي تحتعانا كيوقع لي نص البلانة اللي كان كيوقع البنت من اللي كانت وصل الوقيته وما كان ذاك المصيبة كم بدن حك في ديال وفني في كان ولي بغي ذاك العجب اي طائقة باش ممكن مهم خاصني اصطاع وصافي وائل حاليا ولا هو العشية ديالي كانت عنده ميسيديس اللي زوينة بثاف صوت على المدرسة اللي غادي قافيها قال لي اسمية دياله مشيت لعند الوالد وقالي حتى انا بغي نقافت المدرسة الوالد عماما لم يخصى لي شي طالب قال لي ايه ومشي ولا من غده ومشي رغط لي بوحدهم لي يسوي عليها تصدم ذاك الندرسة خاصتك تقافها عامين 17 مليون كل عام خاصت الوالد يحط فيها 7 مليون ما بينش لي وقال لي مشي مشكل بينه وبينكم ما كانش عندي الغارات بالندرسة الغارات اللي كان عندي هو من تفارق مع وائل حتى حتى اول كان بلي كان شيئا ويادك العجب من اللي وصلت لوقيت هذه الندرسة لم يوقيش كنت تفارق مع وائل على مد الإدمان دو كيبانو علينا تحت عيني نزاق قلت تقطعنا غاش شوية كتولي حالتنا مع الوقت الاب دي الوائل عاف ولدو تبلا بحكم ان بره دي جمدو ذات البلية هادي غشف ولدو كيحوك بني فوبدك طايق ويديها عاق بي قلص معاف الطابلو بقى كيد ويمعاش حاله فاللخاق اللي شنوقين بغايد دي عن طبيب بس يتعالس ولكن ولدو ما بغاش الحل الوحيد اللي نقبها هو وقت عليه الفلوس ولك يعطي الفلوس لحد في القد بش يدير لي صنص وبش ياكله بش يتحرك القديم اللي تحكت عند وائل تحكت عندي حتى انا واللوائل كيقول لي جد نو تكبست صاف دابا وليت هناك يمسي عند والد يوميا كان اخذ من عنده 500 دام اعطاني النهار الأول الثاني الثالث وصلت في خمسيين بتقعيبا ويقولي الوالد شنو كدبت فلوس كاملين دي هوالو غلوائل كان كيت تساني شي فلوس وعطيتهم ليه لنعيقش بزاف كتي صافر في فارجة مع هدابا وهنا ستبدأ المعاناة ديانا لأبدي الوائل عطفاق من القلبه ولا خايف على الوالد دياله حيث يتطمر بالله ولا هو اللي يوصله ويجيبه وانا ادويت مع الوالد ولا هو اللي يوصلني وائل كان كعيط ليه في الليل كيبدي بكي ويطلب فيه بحش يدري صغير عافك اعتقني اعتقني بش مكان كنت كمشي نخول الوالد فلوس وكمشي ناخد شيميكا وكنتيلي كنت كنت دي معي شي اكتوبه وكمشريح معه في الفيلا وقد نضعهم حدهم كيخليونا بوحدنا كنعطيه كده بسطات يالو الوالد كنت كنت سمعه ديما ننوضه مع الوالدة كيصحاب ريلي كتهزلي الفلوس لحد الان نطبقي معاقوش بياه حدنا ربشي تندرسة واقي المجاش من المشي تصوت عليه في الدار خرجت عندي الام دياله وقاليا واشتن تنبلي معه؟ قل لا؟ قلت اكبرت صاحبك وقلت اتبلا بها الحالة هادي الباحرة هي بليت الدار كاملة دخل تشوف من اللي دخلت اصدمت الفيلا كاملة مريبة قل قلت اترت لي عندهم غالي كل شهر سوليوم قلت اتبرا مردش يمشي لندرسة واحد دياماته قلت عنده واحد طبيب باش يتعالج من الادمان انا بقيت بوهدي مره كنخول الوالدة مره كنقول يعطينها بريد شي حاجة حتى الوالدة اللي بدك يحس بشي حاجة ماشية ديك حتى الافعال ديالي بدتك تتبدل بقيت هاد اليامات بوهدي مره الخامس تقعيبا ارجع واقي لندرسة ارجع واحد خور كانو كعطيه بزاف دي الفريد باش يتكار ما ويحاول انسى ديك المنصيب اللي كان كيدير ولكن وخاكوك مقدار شوي معاجا اول حاجة تسويني عليها هي واش عندك شي حاجة مشي تانويه طواليط اعطيته واحد استاضابو من بعد قلي شوف تسنني في الليل بقيت اناويه وصور دي الفيلا ديالو بقيت قلص مع ثلاثة ديال الصباحة طلع لي ولح لي واحد الميكا اللي حليتها كان قفاء الفين دام مرديت لقي نفس مدرسة رأيت ذاك الفلوس وتقدى كامل بليا بقيت اناويه كان ذهبو في ذاك المصيبة الصدمة الكبيرة ينهب بتوائي العافو مازال باقي كداب ذاك العشب وقرار باش غادي سيفطول فرانسا عند اخوه الكبير اخوه الكبير اللي دوا مع والديه وقال لي مغا سيفطول ليه انا غادي نخليه كما القريطه هنا ونرد ليه البل مزيان طاحة ليه واحد الضيمة حيث غادي نبقى بوهدي غادي نبقى غير انا والايدمان المهم تلقيت معوائل سلم عليها مسكين وكانت حالته من بعد ببهد غاوزت لي الويقات كاملين وصيفته وبدأت المعاناة ديالي من النهار اللي ولا ما كان عندي احتريال مشيت لعنده وليده وخديتي من عنده نهار الثاني نفس الشي نهار الثالثة الوالد قال ليها تشي بزاف قال ليها فاشكت ديال الفلوس كاملين قال لي الوالد اكعاف الاغدار ومصوف ديالتانس بورة قال ليها سيديه ماشي مشكل انا غادي نولين تديك ونجيبك والفلوس ديال الماكلة انا غادي عندك مية الدهام من فوق شنو بغيتي مازال يصاف اللي بغيتي دك شيلي كان ولا الوالد كيديني في الصباحة وكيشيبني في الأشياء نهار الثاني نهار الثاني نهار الثالثة ما بقيتش غاضر عايت على دك شيلي كان نشير من عنده السلعة وكانت عندي غادي ميشين دام وشيت لعنده وطلب شو لأكد بغادي ميشين دام وثلت شمية دام خواه غادي نعطيك من بعد قال لي بش من تسميش جيش عندك غاها كوكا خدام عندي ميشين دام أعطاني ميكا وقال ليه نرد عندك آخر أجل بتي صافي كون هاني بيش كان بوصلي فيدي وفاصو دخلت قليت الغاعة دك العيبة صبات من بعد منا بيومين عايتتي في تليفون قال لي جي عندي قال لي وشتلي الفلوس ديالي قال لي عندي الفلوس ديال كراجي وأنا ما كان عندي والو بيش كانت بابص في الضار دك الليلة كان قلب على شي فلوس والو ما كانت شي حاجة الوالدة الذهب ديال أخاذ نعم زيان وقيت غاو حد كوكوطة كان واخد الوالدة 900 دام وقيت حاضي مع الوالدة حتى دخلت البيت نعاسة تزيد دك الكوكوطة وخارجته وقيت ندور في الزنقاء وكان قلب على شي واحد يشير من عندي دك العياقة اللي رب فيه الوالدة كاملة مشات وليت كتب لي غال البلية بين عينية شافني واحد راجل عافني من بلية وعافني مبغي نبيع جا عندي قال لي والدي بغيت بيع دك كوكوط قلت لي اه قال لي بتحال قديت 800 دام قال لي نعطى 30 دام وما كانت شو دك اللحظة نهزدك الكوكوطة الفوق ونضرب لي على رأسه حيث 8 ديالة كان معرفة جديدة قديت 900 دام ما قلت لي حتى كلمة قديت من عندو دك الكوكوطة وتميت غادي في حالي عاوض عيط عليا وقل لي اه واشو بغي لك والدينا غادي نزيدك 30 دام خار اه يا الفريل سيبي والدي بغيت نصلي الاشاء قلت لي بغيت نصلي الاشاء والله ينزل عليك النالة قلت لي كتت صلي وبغيت شي اشي حاجة مش فورة فم داك يضحك واحد ضحكة صفار وقال لي والحاجة اللي ما تباعه وتشعر حام شبعت فيه معيه ذاك الليلة وكمن الطيقة ديالة مندي واحد دمار بين الاباس على شوية كانت واقف عند واحد عطارة ومشيت لعنده والله يسمح لي اكدبت عليا وكت له الوالي دام هيدا خاصها واحد دوار وبعتني بيع التكوكوط باش نشريلها غالب اما تخلصت واشاون عاود ناخد لي واحد اخوة العيالات بالطبيعة دياله ممكن تحقو بالزربة قلت تشوفي وكت له مش مشكلة اخلي عندك اذيك الكوكوطة انا غادي نعاونك قلت لي لا لا الواليدة منحتاجها المعاونة انا خدام وبرسقي غالبت علشي حبابه مع قلوشة قلت نتخلصه وغادي نشري لي واحد اخوة قلت لي واخش حال بيت تباعه قلت لي الواليدة لك عافى التامان دياله قلت يا عافى قلت لي قلت يقول لك انا في جيبه تباع 700 دهم لا مش مشكلة اعطتني مسكينة 700 دهم واخدت من عندي ذلك الكوكوطة ما جيت فين اخد من عنده الفلوسة لقيت اخونا اللي كنت اخد من عنده السلع وصل اعطيت ذلك 700 دهم وقلت لي بقى هنا 200 دهم قال لي يا صافي مش مشكلة خديت من عنده ذلك شي ووليت كنت تسقام عليه بالسرف كنت ديال مرة مرة باش نحييت القطعة وصافي ضربت ذلك الليلة بعدها وبدت كنت نفكر لك الكوكوطة ماذا سنقول لك وصلت تقريبا نشيل 11 ونص ديال الليلة فقت في الليلة وحليت الباب ديالخوش وبدت كنت نغوت على الجد شفار شفار فاق الوالد والوالدة مخلوعين وقلت لي معت شفار كان هنا ودوك يقلبوك مدى شي حاجة قلت لي هادزقفة كبيرة وبدت كنت اضحك الوالدة وقلت لي يا بيتس شفار داخل باش يخون الكوكوطة قلت يا الكوكوطة لي ما كينش هنا بقين فعلي باطل صوت الباك قلت لوالدة والحمد لله موقعه له من جات راف كوكوطة لي مش مشكل ولكن حيث الوالدة كوميسير ما تسرعت له قال يغدى والله تنجبدو كينش كاميرات في الدب بعد نجبد المشكلة وهذا ديالوالدة صعب يخوص كمدك السوق جات راف كوكوطة لي مش مشكل الغلط ديالي أنا اللي خليت الباب محلول المهم قلت كلاه فيهم مش ميبشيش الوالدة ويبحث في القادية هادي تخيلوا معي هات السي اللي انا فيه دابا عماني شفت داخوالي كيبش دياله الوالد نهار تزوج مع الوالدة قال لي هاولدي ما يمشيش عند عائلتك انتي بغيت تمشي سي الله يسهل عليك هات الشي كامل تكبر من الوالد عماني ما شفت لأخوالي لأولاد خوالي اللي قديش قايبا بينو بينكم اللي كبتوية حتى انا وليت بحاله كان الوالد مسمي على العائلة ديالوالدة غالقها وضها فيها حتى انا وليت كنقول عليم بحالك قيمة تتكبر قلت اخوالي عشان عام عماني شفت فيه مشي واحد وحتى انا كنقول عليم قوات ضهاشرة وخاكت تقلق الوالدة مهم درس الوقت وذيك المدرس اللي مخلص عليه الوالد في اسباب الدي الفلوس وليت غاكا مشي وكنجي العقل ديال ما كينش معايا كينغا مع البلية واحد نهار وصلت للدار كنسمع الوالد كيدوه مع شي بوليسي وعرفت من خلال الهضاء معاها انه ملقاوشي طاموبيل ديجا مديك لايا مش فوع من اللي اخذو اليدن فاقعدك الطاموبيل لقاوه كامل عاما كوكايين ما اسمعت كوكايين ضابت لي فاصي الوالد بتحويجو بالسابة وتمغادك للوالد خليني مشي معك لحب دك قال لي والدينا ما غاديش لعب هدي خدموه ممنوع ليت مشي معايا قلت لي عماني ما طلبتك الوالد اول مرة وحد الوالد ما كيفضي حتى شي طالب مداني معاه قال لي اولا كين غاديش بقى في الطاموبيل ما تنزلش منا قلت لي صافية الوالد كون هاني يمشى الوالد وقف على الطاموبيل كانت واقفة واحد استافيطة ما فهمت هوالو الوالد هو واحد كوميسيا اخر دووا مع البوليسي كانوا في ذلك استافيطة وقالوا للمصافيغة سيونتوما يلا بغت تمشي استافيطة عايط على البوليسي خدام معهم قال ليش انت تبقى معانا هنا بقوا بوحد ام وكانوا كدويه من بعيد من بعد بلية البوليسي امشى ذلك الطاموبيل يلقى عامر بالكوكاين وبدك يهزل الميكات وكيجيبهم المالة دي الوالد هذيك الطاموبيل يقول قسمه على جوج كل واحد اخذ النص دي السلع اللي كانت عنده هو اخذ النص والكوميسيا له اخذ النص من لسالة ذلك البوليسي وقف حدا الوالد وعطاه الفين دام وقال ليصافيغة سيارتها عن تدابة حتى الغد ان شاء الله عاجيه الخدمة الوالد ذاك الكوميسيا دم صوت القادية بيناتهم وديك سلعك داوه بجوج لعلم الله شنو بغيني داو بها كانت تقريبا داك سلع فاشي جوج كيلو كل واحد يوم خدا كيلو كيلو دي الكوكاين رأي ساوي الزباب لدي الفلوس من بعد بمثاله جال الوالد عندي وعطاني الكونطاك للطاموبيل اللي يدعب لا صرف الدار وما تهزهش من بعد عايتها لسطفيت رجعت ودعو الإجراءات بلدك الطاموبيل اللي يلقى مشواره نقاوها دي ماريت طاموبيل وقبل ممشي للطاموبيل مشيت الوحد الزنقة اللي خاوية حليت المالة وبدت كنشوف تلك السلع اللي كانت هات السلعية اللي دات لي فلوس حيها ودات لي حتى صحتي معها خديت منا شوية وضربت منا من بعد الشيطان بدك يلعب بيه عايت تعال ذك اخونا اللي يبيع لي وكليه شنو بلك عندي واحد كيلو بدك يضحك وقاليا يكما ضربتي شي سطاع وطلعت النيفو بزاف كليه كندوي معك معقول قل لي من نجاك بعدها قل لي ماشي شغلك من نجاني ما بريش نقول لي من الواليد ديالي خبتم ويكون وديجاك يعافوه ويوصلوا عليه مهم قل لي غادي يعطيك في عشر الاف دام وخوكم مع حميدة ما عافوه قبل تبدك التامان تلاقيت معها خدد ذك الميكا قلب القصص العيه هاتيك قل لي والله تسلعها نادية ويجبد عشر الاف دام ويعطاه لي وكلي شوف وفي من عيط عليك ما تقلبش لي روجك قل لي صاحب يكون هاني وعنا ديجا قبل ما اعطي ذك الكيلو منقصت من واحد خمسة ديال الميكات صغر شديت ذك العشر الاف دام ورجعت طموبيل حد الدار وخليت المالها محلولة بالعاني خزنت الفلوس في الدار واحتدوك الميكات ديال الكوكاين في البيت ديالي الواليد ذك الليلة كاملة مجهش ونغذليه معتناش ديال نهارة عايط عليها قالوا ياسيه فينك ذي الواليد انا باقي ناس قال لي انو اطنوه الدابر جيب لي الطموبيل عندي لقلب ديالي تهزف هذه اللحظة قال لي مالك الواليد كلابث قال لي غاشي حاجة عندي في المالة بغيته جي عندي دابر لوقع الواليد ماشي مشكلة ما تبدلت الحويض جيالي والخلب يالي كده في التسعين بالخلعة ما كان قدامي احتشي حل وهو خصني نمتل عليه هبطت وعيط عليه التليفون الواليد ما فهمت والو قال لي يا مالك قلتي جيت للطموبيل كنلقى المالة محلولة وما فيها والو قال لي شكو تخابق عليها بيمكنش قال لي خليك تم مكانه جي دابر بقيت قلس هذا الطموبيل ومخلوعه بكاملة شاوبوا الساعة حتى وقلت طموبيل ديالبوليس منزل الواليد قلب الطموبيل مالقوالو عيط لدك صاحب الكوميسية وسمعت كده ومخلوع الواليد قال لي مصيبة هادي شنو غادي نديه دابر الكوميسية معقلش علي قال لي شغلك هادك شوف انت شنو غادي تدير بفهمت شو صاحبي قاعدية بحلا دي تصيف طمعه ولدك اللي باقي صغير طيب عندي وقال لي ياسي وش متأكد متأكد ما قاعدت لدي شي حاجة هنا يا دي الواليد اللي يهديك بس انقرب هنا يا عيط على العساس ديالدب وشبع فيه معيوه العساس يقول لي والله الشاف موصل لها شي واحد الليل كامل وانا بيت هنا كون دخل شي واحد غايب على هالدب غادي نعرفو وغادي نشوفو قال لي وزيدونا انت هلو شهز لهملة شي كامل طمويل ديال كانت مبلاسية قدام الفرماسيان يلا مشو الفرماسيان وهذه الكاميرا وهنا شدت نلموت ديال الخلعة دخلوا للفرماسيان ودوا مع ذاك البنت اللي يخدامت امك قال معك كوميسي بغينا الكاميرات غتي ما قدع نقول لك اولو حتي يجي الحاجة مانع لي نغوي الكاميرا لحتى شي واحد قال لي عيط على ذا الحاجة ديالك دابة عيطت عليها يلا جاوبة في التليفون جلوه لي التليفون تاوه بدك يصونا ويخرج للبارة كان اسمع فيتي يقول لي ها نعم سيدي واخر سيدينا جدا با خلانا واقفين كاملين في الفرماسيان وركب الطمويل ومساديك الكوميسارية البنت اللي خدامها في الفرماسي قدت لنا مشي مشكل الحاجة اللي يمكن لكم تشوفوا الكاميرا لا صار في دابة الواليد مشا حتي يجيونا ارجعوه لعندك اخرجت من تمامك ورجعت للطارة وانا فيه الموت ديال الخلعة بقيش انا و الواليدة كانت ستنوه الواليدة نهار كامل والو ما بانش لغتليها مع التمني ديال الصباح كي يجيو التليفون من اللي كتجوب الواليدة واحد السيد خدام مع الواليد وديش الواليدة كتعرفوا السؤولاتي على الواليد بقى ساكت وقال لا عندي لكم واحد خبار اللي خيبة شوية قدي شنو واقع قولي يا قل لا راجل قطيح في واحد مشكيه اللي هو كبير بالساف قدي شنو واقع قل لا هاتشي ماشي ديال التليفون انا بريت نعيض غابة شنعفكم واش انتو ما في الدار انا جاي عندكم دابة قلت احنا كنين غا في الدار من بعد تقعيبا تولود ساعاجة كي دق علينا وقل اسمعنا في الصالون قل لنا كانت واحد طاموبيل مديكلاريه بالله مش فوره هم اللي تلقى الطاموبيل كان رجل هو اللي مكلفة الطاموبيل هذي وبالطوصي دياله حتدرق الطاموبيل اللونصاها ولكن اللونصاها على انها خاوية وما فيهواله ولكن مليت شد السيد لصاقة قالوا كانت فايزو شكيلو ديال الكوكاين القادية وصلت الناس اللي فوق منا بزاف هم اللي شدوا بدو كي بحثوا فهم زيان ارجلك نكرر وقالوا بلي الطاموبيل حنا لقينا خاوية ولكن واحد البوليس كانوا خدامين قالوا العكس ديالهذا قالوا الطاموبيل كانت فايزو الكوكاين ولكن هو الصيفتنا ومعرفنا شنودا ودكشي اللي كان عندو حقوا مع الكوميسي صاحبو ولقاوا عندو الكوكاين اللي واجلك مبغاش يعترف ليم الكوكاين في ناوة مصنهار ومكي حقوا معافل الله خاقى اللي هم هاتتشفال هي من المالة قال لي هدبانا جيت عندك إليك انت عافى اجلك من خازندك الكوكاين اعطيه لي ايه ناردون شوف كي باش نصلحوا القادية مبدأت كذب كي الوالدة مسكينه والله ما عرف اشي حاجة قال لا صافي ماشي مشكين انا غير بريد نتعاون معكم وصافي مقدم شف حالاتو داست قيبان شي ثلاثة ديالسوا ايجا الطنويل ديالبوليس خوات العاتل عدنا وبدوك يقلبوا في الطاقة كاملة من بعد ما وصلوا البيت ديالي فلوه هستدوك البلايسليكت كان قول تشي واحد ما غد يلقاههم فيها قلبوهم هم يلقوا ذاك الميكات ديالكوكاين وتبعت على الوالدة انه بالصح هو اللي خاون ذاك شي خصوصا مني يلقاه معاحت ذاك الفلوس ديالي سولوني من يجاك هاتشي كم معاش هاتشي ماشي ديالي مليت واجه مع الوالد وقالوا لي شنو كين عاف الوالد انا هو مولفعلة حيث كانت عزيت عليه بزاف ما بغانيش ندخل الحبس هز الدقة كاملة وقال لهم انا اللي كانت تخاونها وبعتها وصافي من بعد ما بقى بغي يقول لي هم مهالو بسبب هات الموصيبة اللي ذات الوالد توقف من الخدمة وفوق من هاتشي ضربوا بعامين ديال الحبس لا هو للك صاحب الكوميسي كانت الوالدة عندها الحق تشوفه مرة السيمانة مشات لعنده وكانت حالته حالة الوالد من ذلك النوع اللي متكبر بزاف داخل الحبسه مراضيش كانت ديما الوالدة تقول يلا تشوف بركر كسين قول للا غاسي ما كانش عندي الوجاه باش غادي نشوفيه حتى دست غايبا شي شهر وقد يرى بركر بغي يشوفك حشو ما عليك عاد قصحت وجهه ومشيت لعنده كانت ذاك ساعة تقطع الديال بالصحة وموقعت ذات والو غادي التخمام والبليار ضعافيش بزاف والوجاه ديالي ذاك ما شافني الوالدة قال يا ملك بقيت كنشوف فيه وكنشوف في الوالدة دوه مع الوالدة وقال خليني انو بياب وحدنا مع خرجاته عنك شو بيتكام بكي بحشي داري صغير بتي سمح لي بزاف الوالد أنا اللي دعت لك هاتشي كامل بقى ساك شو ما قال لي وانو بتياني التبليج بعد المصيبات من ايامات وائلة والدالي اللي كتك نعرف وانا اللي هستي تجدك الشي كامل سمح لي بزاف خلوالد بحال ابدأ يندم على ذلك الشي كامل اللي عايشني فيه وقال لي انت يا ولدي معك وانو أنا اللي دعت الغالط من بعد عايط على الوالدة دخلاته وقال شوفي بيعيدك طاموبيل وعالجي لي يا ولدي بتياني عالجه باشا نعالجه شنو عنده ماله قريت صافي ودي خرج نتها دابا تسنى مقبرة انا قدي ندوم معها قلت قلت كانت تسنى في براحة الثالات خرجت عندي وقالت لي ماشي حشو معلك ولدي وقعتني ديجا كامبكي قلت لي صافي ماشي مشكل حنا ان شاء الله غادي يبدو صبحة جديدة بدأت نعد واحد طبيب علاج اليدمان قلت قادية ماشي سهلة باش غادي تعالج قلت غادي تعذبو شوية ولكن ان شاء الله غادي تكون نتيجة طبعا عندي وغالي خصة تكون عندك الإراضي لابتي التعالج ماشي ان شاء الله مهي بديت معه بالدوية نهار اللي ونهار الثاني بيش كنحس بالعداب خرجت عندي الوالدة كامبكي وكنبوث لا فجلاء عافق الوالدة ندير غادي المراضي عماني بقي نعود ندير هذه البلية نتلفيه مسكينه معنقاني وكتبكي وقال لي لا ولدي سترجعه الثاني بقيت نتلفيه وغاله مع قلاته من بعد بديت نخرج فيه عيني بديت نسبه ونهرسله في الطباصل اذا اضعتها سنقتلها سيلا ما اعطيته الوالدة مسكينه تخلعت وقال ليه صار في بشي مشكل انا سنعطيه على أخوي ذا بيجيبلي الفلوس ها خليتهم عنده وبقيت كتهدن فيها وقال ليه صار فيه واجه اكون هاني دخلوا واحد دريف تقادة ديالي ومعه واحد راجل كبير تخيلوا معي الخال ديالي اول مراحياتي غادي نشوفه معدخلوه مسلموا علي موالو الخال عندي اعطاني واحد صافيقة احتضرته هو والده جماني بواحد الكابال معطعت فلرد كتفوني ودوني للبيت غالي خالي حيشي كامل وانا كنشوفك ويتغشي نهار نشوفك ساعة ما جابتاش الوقت ولكن دابا تبيني ديال بتداءا من اليوم كل ماكله وشرب بريتي شي حاجة اخرى من غيرات شهرات تأكل غالصة الوالدة قاتلهم لما تضعبوش فلا سيري دخل لي صغراسك انا اللي كنعرف لهذا النوع هذا دو استمعوهم العذاب شهر وانا مسدود عليها والخال عندي مسكين خلال خدمة دياله على قبلي كان خدام حلاق كرسالون دك الشهر على قبلي وبقى مقابليني كعطيوني الدواء والماكله وشرب مره مره كي خليوني نخوش ندهب ضوار في الدار قلت بحاله كوك احتوليت كنحس باسي طبيعي ومبقى تخصاني الناب اليال اوله عودت شافني الطبيب عودتاني وقالي الحمد لله الحالة ديالك تحسنات خمتين في المئة ضال عند والده وقال لا برافو عليك جاءوا عندي بزاف ديالناس كيتشكاوه ولكن يلقاو صعوبة باشي عاجوا اللم قالك كيفاش انتشي ترسيات شي بوعدك هذا الفتر كامل الليكت كندوزة في الليلة كان ولد خالي كيبقى قادة حدايا وكيبقى الاستقلية في الهدى ايه هاي على البوعاء مسمع لنا القوار والضهاشير مره كتش شكت صحابه راسق انتوبرك شبعانين عياقها صاحبي شنفخه على الاخوة كل نهار كيقولي نص الهدى عرفت ان اخوالي كاملين مكيحملوش الواليد ومكيشموش وحيث الواليد عباني بحاله مبقوش يحملوني حتى انا مهم اللي وليت بيخير فقط واحد الصباح لقيت الواليد مسكينة موجدلية الفطر كانت فرحانة حيت شفتني بيخير فين هو خالي وطارق طارقه هو ولد خالي قدي صافرها مشاو طلعي يدمو كعيتها لها بتعليش خليتين بيبشيوه وما قلوش بيحسب سلامه قدي حيتهم اجروا على قبل انا عارفين كنت ما قيتحملهم شي وما بغيش تشوفهم تقلب العكس انت عارف الواليد هو اللي رب فيه هاد الشي هذا اما دوك الناس ما شفت منهم غال خيئة الواليد دفع حاسب الزاف من اللي قلعت لهذا قدي صافي مشي مشكل ووقت ما بريتي مشول عندهم طي الله مشول اليوم انات قلت يلا اليوم ارى مشوا نشوفه بباك غادي فرح بالزاف من اللي غادي عارفك تعالجتي دووش تحسنت وضعبت تحطم زيان وشيت لعند الواليد الواليد غادي شاك نمسكينجا عنك ني وقال لي على اسلامتك بينا في وجه ديالك حيث وجهك تنقى قلت الحمد لله الواليدة ذات اللي وجه دا هي وخالي وطائق قلت الواليد حام عليك حامتيني بك العائلة هاد الناس اللي عما هاد قل الواليد حاضرا صفلاد وما قال حتى كلمة من بعد ما وليت بيخير قلت نجع الاندراس اللي خلص عليه الواليد من اللي كمشي لك انتفاجأ الإضاءة موقفاني ومشيت عندهم قالوا لي الواليد ديالك خصو يخلص لينا قلت لها مخلص ليكم العام الأول قلت يلا الواليد ديالك يا الله مصبق عشرالاف دم خصو يخلص لينا في العام الأول سبعة المليونة وفي العام الثاني سبعة ورجعت للدار وقلت الواليدة بعد سيكتو قلت يانا قنت عافى اغبرت الله يهديه هابعت عشر مليونة ها ماشي سهل بش يخلصه قلت له علش هو مكلف على راسه بحالك قلت له مكره تكون عاشت حتى أنا بحالي بحال عباد الله نعيش وبدأ كشي لعدنا قلت لهذا ديش حلق التاليكم وكتوك الضحك والي يبجوج شتي دكشي ديالكم فين وصلنا ولكن الحمد لله اللي كان لكنا كانين فضلقونت كان غالي بزاف خلو الواليدة الفلوس اللي كانوا عندك هامل يتقادروا واحد نافي قلت لنواليدة وقلت لنوضت لنتحولوا من هنا ثلاثين غادي نمشيوا غادي نمشي لضابة غادي نعيش فيها بينما خجبك حيث تشي ما بقيش قاضى علي اللي كانت جمعت عنابعة شهورة وكان غالي بزاف بعنا ذاك الاتات كاملة اللي كانت عدنا وخلينا غادي شي حاجة قليلة خلصنا ذاك شهورة اللي بقاوة ومشيت مع الام ديالي لضبها ضبها اللي كانت كبيرة عايشين فيها جوج ديال اخوان عندي واحد مزوجة وواحد ما قلت له وعدشت دوجتي قلت لا مشي مشكل نمشي معاك الواليدة مشيت للضادي الجدا كانت عايشة في واحد الحي وعاد عافت على في الواليد مسمي عليه من قواره والضهاشية الناس مساكن مكافسين ديال بالصح حي شعبي والاغلبية فيهم كحطين ولكن من اطيب خلق الله بعد دخلته سلمت على واحد الخال عندي اللي كانت هو عماني ما شفته من بعد فيت عند الخال اللي عالجني بستو وكلي شو كان بزاف عماني ما نسى الخياه ديالك قال يا سيدي ماشي مشكل ومزيان سيدي غملي طلعت حتى انت كتدر بحال وصعف يا خالي ولم تقعم طلع عليها من بعد بشيت عندي جدا وجدي اللي كانوا كاعين في اللول ومبغوش يسلموا عليها واخا انا ما في دمبي والو وقعت الواليدة كتدر معه مش حالة عاد عارفوا انا ما عندي حتى شي دمب الواليد هو ملهت الفعيل كاملين من بعد متاكنت جمع عليها كاملين بتعناقوا البوثان وحبو بيها وبتداء المنك النهار وبتدت حيات جديدة حيات مع ناس اللي مكتش كنحمل حتى نهضار معهم ولا نتعامل معهم قدينو اللي عايش معهم في دار وحده وكان ناكلوه في نص الطبلة صراحة ما نقيت شي صعوبة خصوصا طائقة اللي كان في التقاط دادي اللي كان عزيز عليها وخوة ما كان شكيح مني وكان ديما مطلع عليها يومي اللي كانت قائمة دوة صغر في الدار من بعد طائقة قال لي وكانت بقالسة بحشي شيخة موضي الله انت تحركوا يا صاحبي هذا الطائقة كان دي الصونة ديال الفندقة جايب الباكي دياله بطناشة ولكن سطل كلمة واحدة ما عافش يقولها بالفونسي كان ديما مطلع عليها وكانتقول ليها انت ناجح بلي لها الله طالع بدفع قال لي على الأقل أنا طالع بدفع ما صرفش علي بابا زباب لدي الفلوس باش نقام مهمة بدينك نظر في دك الدب اللي ما يكذبش عليكم ودربوش من دب شحويج اللي في حياتي عماني ماشي شمش في دك الدب واحد اللي ما عندهم في الدب كيقولوا لأمي رشيدة ديما خرج غرب بيجاما وكتنشاف الحويج دياله قدام الباب والبيجاما دياله كامل فرزقا ما عنداش قرام ديال المشكيل كتعيط على عيشة اللي قدامه وكيبدو يدوره وحد الصوت اللي مرتفع بيناتهم شنطة وكيدور عادي تقدر تعوده لأحداث ديال المسلسل كامل ما كيش مشكيل قايت غادي وكنشوف في دك المنظر طائق قال لي يا ازيد الكيلي ميني هاتش غايب عليك تخلنا الوحد صال ديجوه القول فازيه فيه ميل كامل مقدين وغاب الحزام من تحت وطاف ديال العود من الجياغا البوشون كندابو باش تكاسي كيمسي لكل الجياغا تشي حاجة ما كينا في دك صال ديجو تحمل وجهه والغاية في الامر ان ابنادم خلق السعادة وناشط كل شي كيد حاكه فرحان وكي قصه بحالة ما خاصه محتقية هنا عرفته انا مشي غالي في الاسبوحة ديال السعادة كان يشي حويش بساطة كيف فرحه ابنادم بعد خنا الله صال طائق بشا قصه وحطاه دي القول فازيه وانا بقيت كان نضعه على ابنادم كي اللي لعب كينغو فايتر كي اللي لعب مصطفى كم قا شوف ابنادم ابنادم تاكن كل شي محشا ومعنده ما يلبس حويش مقطعين وجهه يلعب من بعد جاعني مصطفى وقال يا تاجي وقف حدايا صاحبي ديبت توضى لي مع وقفت كنتفرج فيها كبالية كده بلبوشهم في ليمن كي يمشي لي ليسا ومع ذلك يلعبوه مزيانة ويبحو كانوا ولده بيطايا كلهم مجموعين قالوا لي تشخون ادخوه نادا قال لي وما دا ولد عمتي تغنوا معك معقولة صاحبي السيد بينا علي كيليميني ماشي بحالك محشا قال لي مالله تاود عمتي قلت لي اشتي يكتبان محشا حدايا بدا قال لي بسيف مالبان محشا حداك انتوكين غالما مغطيني ببعطيني انا والله مجبت بكتافي لك ليتا ورد الحام بداي كاملين ومسمن علي كيليميني ومكشك نحمل راسي دووزنا تقريبا شي ثلاثة تسويح واكتصاب يدوم عطل براشد ومقلبه ومعقشي واحد عطل علي كيليميني سوف ينفاها معه قال لي او شويتي تقول لي بحالنا قال لي انا سوف ينرد كذابه دانيل ضاع عنده يلبسني واحد القبية واحد السبه ديلا الشعر الذي كان مشطوع علي منه هو يوقف وليت شويكا قال لي كل شي قد يتقول لك ولكن وجهك صاحبي يبان بيض بثاف واش انت مكتش عيش بمغيب ياك بحالنا بحالك كانت شمس واحدة لماذا نحن 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 بحالك بيض ليس انه مالا صاحبي لم يكن كمشي في الشمس او موبيل كتوصلني حتى المدرسة تجيبني وهذا من هذا الوقت وحضناك تسهان نوعية في الدب ومشوقين علينا الدب كامل خلو بدأت يعود اليوم وحسيت بذلك الدب كامل متحمسين عفوض كوكاين كيف تدريد نشوه دياله كل شي يسوّل فيها وكيف تشعر بأسك وش ديك الساعة كتطلع ولا تقعد ليس قليلاتي شوية واحد فيه مقال لي يا أخوية ايسا عندك شاية الله يحفظك الحلم الديلي وهم ديالتها ايسا طيار ودّكتي بأسكتبت بأسكتبت بأس cours احد حالك انا قلت اقصر بما سيسا طيار واحد وقد ما قد أسكتبت نعود ولقي طيار كل هالنهاركه rade صلى كل حالك انقصت هو واحد معه مقال لي اخوية بابو وقى بخمسة دام كان معي باقي ransom ما اشد في الدين مع اخطفى لي طايقة خشال فمو ديكت اخونا الاخو بغيتفقع سوالو كان غادي يحيدو طايق ما مسوقش ليه من بعد قيبا شي تولو تساعا كي بلين طايق عيني تبلقو ولو حمرينه وكيدحك على اوالو اخونا كان مع الصبق جا عن طايق تبع فيه تصفر نطع عندو يلا كنت بغي نكالي عليها مليكن ضوع عن طايق خلقه كيتفقع بضحك ما كان كي حسبوالو اخونا ما فوع مبلق المهم دا وزنا ذاك الليلة وليت يوميا كان نخرج مع طايقه وليت معه شانوية واحد نار الدركة عيطه على طايقه بغي نلعب واحد الماتش قال لي يتلعب معنا قال لي لعب معكم وطعني طايق واحد الشرط ديالو واحد البيل مش هنا بغي نلعبه فانقيتش باش غادي نلعب وحد ديت متو ساميره قال لي طايق وش عندك شي سباديلة زيدة قال لي كينة موجودة وقيت كنت سنفيح تهبط ليدك السباديلة ما كدبت عليكم من خوت شديتها اول حافظة تشميتها حطيتها لقدر وبدأت كرب الدري كامل تفاقع علي بضحك ديس يا صاحبي سنتعلي زبلك بغيت بغي نلعبها دك الدريم سكين قال لي والله اخويت عطيتك احسن سبرديلة عندي بله وحشمت نعطيك هذه المقطعة وعطيتك اللي مزيانة طايق دار عندي قال لي اقنى بارك متكبورة صاحبي تلعب مع الدوم ما يوقع لك وردي نسالي ونغسلوه جلينة كاملين كي ام لالله لولله ما اللعب معكم كي ام صاري رقصروا نعم قا نتفرج فيكم جمعوا الدري كامين مقوي قصروا وخاصهم واحد جاوا الجمعوا عندي كامين وقالوا لي دابت سبرديلة كينة وانتي لابس حويشك يا غتلعب معنا غير نخشيو لك سبرديلة في النيف ديالك دراتت في طريقة قال لي والله تايدي والله ما يعقله عليك لبس تديك السبرديلة ووساد النيف ديالي كانت تحس بديك السبرديلة بحالة فزقاء من الداخل كانت تجيب تعييفة المشيطة الفاتلية هم أولاد الحام اللي يشاف فيها كيطرح الله ويشد تكرشه بالضحك تيران مع ذا اللي قصرنا فيها كان تيران زوين كانوا شي تيران أدلقوا بي الله ذاهم جدد فيهم القازو كل واحد يخلص 15 درام وقد قصت ذاك الماتشات كانوا الدراءي سابقين لي مع دخلت قصات معهم لعبنا تقريبا شي ساعة ونص مع السالة الماتشة كيف يبني الدراءي كاملين مع اللقين من تيران ضربوها بجرية واحدة قلت أن الله خرح لك نتحط الميكا اللي يفعل حويج أحد البورطو ديالي كانت تزين الميكا وتميت غادي بشوية حتى يوقف عليها العساس كتيرانا قلت له خلص لماذا أريد أن نخلص؟ فبدأك يشوف فيها وبدأك يكشكش غربوا قلت له ما تستطعو عليها أو ماذا يا الله لا أعرف أن تقريبا هو يشنق عليها قلت له الدراءي اللي كنت مقصر معهم قلت له يام خلي الفلوس عندك ماذا بدل الفلوس ولا قلت له نهار اللي عمرك الشي في حياتك؟ قلت له ماذا تقول الشريف؟ ديالله ما بخلين عندي شي حاجر هل أتيان بالفلوس؟ قلت له قلت له هل أتيان بالفلوس؟ بسنة بلاتي خب داك يغوت زهير خليد قلت له ماذا يقول أشي؟ تم واحد جوج مقايب جديد عندي أخويا أعطي رزقهم من الأخرى وأنا ما عارف الدراء بش مخلطة دي أخويا ما نزقه؟ دي أنا والله ما عارف شي حاجر فتشي أعطوا علي الدراء نقصها معاهم وجيت لعبت معاهم شوية كبالية كل شي خرج وبقيت أنا بوحدي مكاملات جوج دقيقة بانوا الي الدراء اللي كانوا نقصها معايا كاملين جايين وهزين معاهم الحجرة وبدو كي شير عليهم خلد الحام غاكي شير وصافي أنا براسي كنت خجي في واحد برافية كل ما هبط راس ديالي أخوطنا في اللهم عشرة في الحجرة تلقوهم مني قلت طريقتي غوت وزيت دمدومة وشكت سنة؟ ليش تلقى ديامة مثل الكاشر أعطيتها لدادك هابنا كاملين وقالوا لي أشوف ما تتقلق موالو اللي في قولة ديانة نحن هيما كانت غادي تقبينا في الأول انت غير شافك من بعيد تقبيلين تالي غادي تخلص كل شي طعلي دي الدم هيتشتتني الموت ديال الخلاق ونشتتوني ديك وثلاثة كون أعطاروني قتل ديالالكلاب مهم وخا بقى في الحالة قلبت وشي وكملت معاهم معادي ومشي في حالاته قلت تنول دخالي طريقة ومعنا واحد زوج داري سامير عديل نقص لك سامير وقال لي وبيلينا الكيلي ميني متازع ما كتبان كلك فلوس ما تصرفش علينا قلت يا الله يتمار حبابكم على تلماتي الزوين تستاهلوا كل خير ضع عندي طريق وقال لي يا قلت يا قليلا ما عندك الفلوس ولو عندك دابة قلت الحمد لله برسقي غير وقت معاهم نخلص عليك العشاء مشيت واحد صناكر وقلستم كاملين قلت لهم بتقليد عليكم اللي بغى شي حاجة يطلبها أول نهار قلت نشارك معكم طعام هاني يا أخوة الحمد لله اللي كان مشاهي شي حاجة خداها قلت تحدام وبدأنا كنقصي كل شي كان فرحان ونشط الله يحفظك كوي يا سير الله يخلف عليك والله تنادونك في الساعة الخير قلت لهم بصحتكم كنت كان ناكل وكنزب كمت الماكلة ديالي أنا اللي أولي مشيت غريت واحد من مناضة قلت لهم مناضة والعصير قلت لهم سير الله يحفظك كيف كباتي بي سير الله يحفظك جملي أنا غر مناضة كل واحد خداش نغة من بعد عبطت على ذاك المناضة وبقيت قلت خليتهم حتى قربوا يساليوه يكلموا بدرعي ويتوا تخدموا معي تباهيش يلا قلبوا لي وانا نعطع لدرعذك بقوا قلت سينة كي صاحبوني غر كان نضحك معهم قلت لهم قلت لهم قلت لهم واحد سيرفور كان في واحد سناكا تباك الله طول بعض ما شفني جيت جرغي يوقف حدهم دار عنده طريق وقال لي تمالك صاحبي قال لي الخوة تعفكم خلصوني قال لي وشنا غدين هابوا قال لي اوص صاحبكم مشا قالوا لي تارغاك يضحك هوا غادي يجي دابا نعط طريق يطلع لي وانا ما كان بانش لي بشيت ضبط دور على الشارع كامل وبعدت في واحد القونت آخر اللي ما كانوش يشوفو فيها وبقيت كنتفالش فيهم وكنضحك عليهم كنشوف داك خونة خج له هذا الخدامة اللي معاه وبدو كيقلبو فيهم واحد بواحد هذا داك خونة اللي قلت لكم طول بعض اللي ما كيلقى عند دواله كلا بشي حاجز وينكي حيدها ليه هو من بعد صافيقه وكي سيفطو في حالاته ضع عليهم بثلاثة طريق كانت عنده واحد سبديلة ناضي هالزمع في ميكا عاد سبديلة لكي قصابيكو حيدوها ليه ومن يبغي يضعبو لاخوه ضعبوه بدماغه هو يعلق لوقيت اللي قاعدين كيجريوه بديت كنجري حتى انا من وراهم مع ذا اوكيت الفتورام كيلقوني احداهم خلطوني تخليطة دي الكلاب هات البلال اللي بقى عليهم بقى كي تعاود في الدرب كامل من داك النهار وليت عزيز عليهم وملا كل شي حاضي مني من غد لي كانت زيارة دي الوالدة وكانت الوالدة عيانة كانت غسينتها ولدي واسلم عليه بدويت مع طريقة قلت يلا معي مشو وشوفو الواليد قل يلا لا راسي يا اخويا ما عنديش معدك بباك اصاف عاد وليت تبدله صاحبي خير الله معايا داعتش ردي الدير ما بريتش يلا تسنني غافارة راموا منسني في طريق مشيت انا وياها بقيت كانت تسننش حال الوقت دي الزيارة من بعد خرج عندي الحريس وقل يارا ممكن تشوفه اليوم في علا شوش واقع قل يارا واقع لي شي مشكل كبير سيشوف الام دي الك وسيو انتويا للولاية سولوا على برقم معا وصلت للدارة وقعت الواليدة مسكينة وجاسفة ولابسة جلابيتة لالواليدة ما شوفت الواليد قلت يا فاسي يلا عيطوا لي اليوم في الصباح واقع شي مصيبة خوعة والتاني عيطنا الوحد كوميسير اللي عما هذا معدولنا معاه قال لنا انا غادي نتأكد ونعيط ليكم قد الوقت دياله مسكينة من اللي عيط لنا قال لنا انا جاي عندكم في طيق في كين انتوما تلقينا معاه في واحد القهوة وعود لنا كل شي وهنا كانت الصدمة الكبيرة الواليد هو ودك صاحبه الكوميسير كانوا عاطينا لتخل ويتحال هادي حتى قبل ما يتزوجوا كان الواليد باش يجمع الفلوسة ما كانش كيتصوق على الحلال للحام ودك صاحبه احتوى قال لهم اتعافوالو اول حاجة ده الميكرو بدي صاحبه كان واحد البطمة من بعد بدك يعد على اللي يشاف اللي يكبر منو كي يجيب ليم الشراب والدريات وكيصور اموهما عيانين هذا الشي كامل باش يديه من بعد اللي يبغى ويهددهم هذا الشي السبحة دي الناس كان الناس اللي تشدوا لي اللي يخدهم من فوق منو عندهم سلطة عليه من بعد مش هاتي الخطة ولا كيديه اللي يبغى فيما كيحصل كعيط على واحد من الضحايا ديالو كيكالي علي الساعة واخيكون تطوصي كيف ما بغيكون كي يتدمس في البلاثة من بعد دكرونا تغى بزاف واللات المراد اللي عجباته كيجيبال عنده صحة كيصير في الجوج ديال احناش كيقول لي الله معنا عندك تحقيق الهوية او لا عندك شي مشكل في كوميسارية كيجيب واحدة للدار وكيطلعها صحة من بعد كيغتاصبها وكيتكافص عليها وكيصور احتها وكيبدأ يهدد فعب اللي عم عندها متصور ولد وقت نهار غديوري الفيديو ديالها الناس كاملين هات الميكروب تضيف اللي كان فيها ما كيعاف لمزوجه لم تتلقى صغيرة كبيرة ما كيرحمش من بعد ما تخرج لوالد كوميسار وقعها دخون خدام تعاشى هو الوالد حيث الوالد حتى هو كان كيشاب عاد عليه واحد ناغلس هو وياها وصيفت لي واحد ديالي كانت بغا صغيرة الوالد لما كان شاف ان ذاك البنت كانت مختاطفة وصحة مش بخطأ وحتى من الوالد مصور له فيديو دياله الميكروب ما كان كيرحم حتى شي واحد من الضحايا دياله كيف كان اللباس عليها ولم كحد كان المرامر كيطلب منهم فلوس اولا غدي ينشار فيديو ديالهم والاغلبية ديال الناس كيخافوا منه حيث هو كوميسار ما كانوا كيقضوا دياله ووالو كلها الشهر كانوا كيجيبوا لي واحد لصوم ديال الفلوس واحدة مسكينة من ذاك الضحايا كانت ماداته وما بقعتش خدامه طلب لها الفلوس وما بقعتش ضررك الوجه دياله هو خلح لها الفيديو الفيديو انتاشر بالزبع ما غدي طيح غافوا حدخوها عايش في الطاليان ما شاف الفيديو ديال ختو جهل والسيد ملتازم مدخل المغيب على قبلها كان بغي قتل هوبا جعل الطاليان ما ادخل شاف ختو شافها حالته كانت ما يضمسكينه ومأزمة ديال بالصح هلذا بغيتعود ديالي غادي تبدأ تبكي وغيتعود لي كل شي الحمدلله الاخر تاقف الاخت دياله مدى احتشي مصيبة ومشا ديك لارا عند الوكيل خدام عنده الشيكاية دياله ولكن من اللي عارفوا الموجه المشكون قلب وجههم وضمصو دك الدوسي مخلقونا فين ديك لارا احتشي واحد ما تصوق ليه شد مع ديك الفيديو وصوب الاختلواق دياله والدام على طاليان ومشا الواحد الجمعية اللي كبيرة كنا في طاليان وعود ليهم الفيلم كامل الدخلوا ناس كبار لكني في طاليان مع الناس كبار ديالنا وهنا الموضوع كبير بزاف ومبقاوش قاضيين دم صوقتا بدل البحث في ذاك القادية لقاو اخونا ديجا مشدود مع الواليد بحثوا معان كان كل شي بشاو الدار دياله عيوم يقلبوا ملقاو حتى شي حاجة حتى كانوا غاديين شي واحد من المحققين يحس بشي حاجة كنا تحد الزربيا وفي واحد الصندوق لقاو فيه 24 جوا مليك يحلو ذاك الجوا كالقاو فيه فوتوكوبيديا اللاكاتة والتصويراء ومعها سيدي فيما كيخدموا ذاك السيدي كيتصدموا بدوك يعيطوا على الضحايا بالواحد بالواحد كل شي شي يقول لي مانا ديكلاريته ومالقيتش اللي يوقف معايا خفت على راسي ومبقى يداتوا هالو زادوا فلاو الدار مزيان لقاو واحد صندوق اخوها كانوا مجموعين فيها غاو يوصل كبار والذي عندهم سلطة عليه ومن بين ذاك السيديات كان السيدي حسدين الواليد الميكروب من اللي حصل عطاف بكل شي ووزار معه الواليد قال لي محتوي شيك معايا الواليد مع سمعات الخبارة كان مشدود هو وياه بقى كيف يفشق فيه حتى كان غادي يقتله ذاك شي علش عزلوا الواليد بوحد وغاو بوحده وكل واحد غادي تعاودي التحاكم من جديد بدو التحقيقات مع الواليد عاودي لهم كل شي قال لي مهد السيدة دا بالصح صاحبي دارت تنويه جميع المصائب ولكن هاتش اللي كتقوله في انتو ما عماني داتو معاه والدليل هو انني احتأنا نتصور بحالي بحال الناس موقعنا قادرين نشوف الواليد لمدة دي الاربع شهر من بعد تعاود وتحاكمه بجوجه الواليد الحمد لله بقى الحكم دي الوهادك واتتبرى عمدك شي كامل اما داك الميكوبة تربوه با 14 عام دي الحمس من بعد تقريبا شهرات عاد قدرنا نشوف الواليد في الاسلامتك الواليد قال لي الحمد لله ولي كان معي طريقة قال لي شكو نود تاري يا دولد خالي والد خالي اللي حامتيني منوت سيني كاملة انت الواليد علم الزينات وضيف بدك يضحك الواليد وقال لي ما تريد تسلم عليها نعط طريق سلم عليها وقال لي بريد تسلم عليك وخفتك تخليني بلاكة بحالك قدرت لي واحد نهارة مني كنت صغيرة عمرا ننسىها لك الواليد عنقو بس لراسه وقال ليها اسمح لي بزافة أولي واني كنت غالط طريق قال لي المسامحة مكين بس دي الواليد ذلك الميكوبة مش شدود معك عندك تشد في شي مصيبة قل لي للأهولي قل لي غريل أخي الله حي ميقول لحد والحث ايضاً مغنتش نعيد دول واليد مع طائق ومع الواليدة قل لي stuck with one قلت مع ابو حديك ليك لا بس الواليد قل لي يا أولدي عمرا لا مشيتش شي جدك أليس اكذب عليك الواليد اتيتهاك عافية يواليدوش مع الواليدة وانا ما اقدرش مشي ابو حدي حدي قل لي عافك ياوليد لما سيح عنده قل لي ووش يجي عندك هنا قل لي الله تيك ماما فأصوا هوالو قل يلا ما يمكنش فأصوا كل شي قال الواليد الله يهديه وصافي ما عندنا من ديره قل يصاف يا الواليد مرحبا وبيتي مشي عنده حتى من اليوم مشي عنده قل يشوف ما اللي تمشي عنده بغيتك تقول لي ها قل لك بابا خلص لي المدرسة وبيتنكمل القايا ديالي ها ما غاديش عدالك في الوجه ديالك تيك الواليد ما عندنا مشي مدرسة أنا صافي قال يا ولدي خليني بخاطر وسيعة عنده قل صافي الواليد اللي بغيت المهم سالات زيارة ومشي هنا في حالاتنا سولات الوالدة شنو قال ليك عاوت لياه سبتت قد ضحك وقلت ليه شنو؟ جديك قد يعطيك بشترا قلت يشوف فولدي اللي أعطيك شريال جيسية اللي هي في الكمارة أنا اللي عافو ولكن تدير برشي لوصاك بباك نهار اللي بغيتمشي بديت معي طريق معوصلنا تمكلي تسناني براء بليت كندوق في الباب محلية غيرهوهنيت شافني سلم علي وقال ليه ياك الخانس عماك شنواش جيشي طليت على شدك تيغ اسمح ليها جدي عافو راسي غالطة لاحي تضع الوالدة بعيدة وصافي اسمح ليها بثاف قال ليه لما كين بس قال ليه دخل دخل ما توقعش واقف في الباب دخلت قلست معاهم شوية من بعد قال ليش كنتعود تيغل برح تشوفت الوالد هرا سلم عليكم ومقلق منكم قال لي عما ما شو عندي شنهار جدي جاوبني قال ليه وشاولي دبا من نيتك حياتي كاملة عماني مدخلت للكومي سرية وعلى الشرفي انتم غادي كنجري في الحباسات خليه ولده علاش كنشوف هات القصار والقلب اللي عنده وكنشوف الفرق ما بين عائلة الوالدة والعائلة الوالدة وقعت الوالدة واحد نرام مجموعة مع الجده ومجموعة العيالات الترب كامين علاش داخلين عد مرحة ولدات وكل واحد حاط ثلاثين دهم مش حاط خمسين دهم وداخلين يقلسوا معاه شوية ويفرحوها وخا فلوس قليلة ولكن كنتشوف تكتعاون بيناتهم اما هات الناس همك يرحموش مهم من بعد ما قلس معهم مزيان قلت لي هاك عارف الوالدة قبل ما يتشد كان مخلص عليها وحد الندرسة أعطيتهم اسمية للندرسة وقلت لي هم العام اللون مخلص عليها السبعة والعام تاني خصوه خلص عليها السبعة اجد فرح مزيان وقال ليه مزيان بارفو علي هاد شي لا ربيت عليه ولدي هو يقرر يولاده ويخرجه مزيانين قلت ليه تشد مبقى قعدة يخلص عليها والو ووصفتني عندك قل ليه كان ممكن تسلفه باش مقرأنا حتى يخرج ويرجع عليك جمع جديد ضحكة وجمع ترهضر معايا وقال ليه نسلفه همين غادي نسلفه وحتى ليه سلفت وقع همين غادي يخرج همين غادي يرطليه لاخد ماله والو خاصه يبدأ من الأول ليه صابي جديد ما اديه شبه لك اغى الواليد الله يهدي وصافي قلت لي صابي بلا ما نكمل في هذا المدرسه ولكن اعرف ولدي كراسه قاصح قل ليه لا لا والي تجل ما عندك ما اديه هذا المدرسه هدي بزاف عرفت من بعد ان الواليد مسكين كان مخليه عند برع عشرات المليون قبل ما يتشد ليه صابي جديد ما اديه في بالك والو مهمانا غادي يمشي قل ليه سيا يا ولدي سيا الله هتعليك مهمة جاءت للدارة والواليدة كتشوف فيي وكتضحك قلت يا الله بالي ماذا بذل العقل اللي اعطاوك يا ولو الواليدة كلام كله صحيح قلت يا ولدي لم ابيتش تعرفه انني كنت صافر مع برك على قبلك متائر اما احتشي حاجة فيما تحملوشه له ولا العائلة ديالهم قال الواليدة صافي من القيش يدوع الواليد بحلاكة الواليدة هتبدل قلت يا واشا نقول لك ولدي نتمنى مدرس تقعباش يومه هنا الواليدة قلت يا واخذك تشوف حياتك ما غاليش تبقى قلت لنا بحلاكة انت تبقى الله قائي الواليدة هتجيب معدل كبير ديالش يصنطة ولا ديالش حاجة لدي الواليدة هت العام تالية ولكن يلعب جاي شاء الله سوف نشوف مدرسة اللي سنكمل في القائي ديالي ما تنسيش راني جايب الواليدة بسترسونس الواليدة المسكينة ما كانت قائية معه فواله انا كنت ضعب بالبلان ديالي وعرفت المدرسة اللي سنقيد فيها هما سنخلص حتى ريال في الشاشة خمسة شهر اللي باقى ليها سندوزة تسكوعة مع طائق طائق كان ديما مطلع عالي كنقول لي شنو كتقاف الفندرة تعلمش تصوي بكي كولا باقي ما كانش يحمل راسو كيش باع فيها سبان واخر كركة طائق كان حبي كان كيقاف الصنطرة وفي نص الوقت فيها فطل الصالون كيتعلم عبار الحلاقة فيما كيشي شيدري صغير مسكينة كي دخلوا طائق باقي عمزيان بقى بشوية بشوية حتى بدك يتعلم يحسن اللي بنادم واحد نارك انت غوفلته وقالت الخال دي يحسن ليه قالت اننا نكملها تسيد وانا معك طائق بغزط لي راسي انا غير حسن لك والله يا سيف تنديلك حسنة ناضية وش ما قد تتكش قولت خالك يا صاحبي صدعني بزاف وانا نقول لها يلا نوت الخال عندي قال ليه ما تخليش يحسن ليه صاحبي الوليدة ديالك تكع عليها قلت يا حيل حيل صافي ما غيرتش تحسن ليه مدم خالي قال ليه صافي الله يعني عافك بقي ما تعلمت يوالو دور مع والده وقال ليه بعد من نوع ذاك الباهوش انا غيرتش نصلي العاصاء نجي ان شاء الله ونحسن ليك مع اخر جوال الجامعة ناضي عندي طائق قال لي شوف هادي الفوصلة باش نبيه لواليدة هاني تعلمت كونا راجل صاحبي مطت فعطيت وراسي دار فيه ما بغى معجل الخال ديالي وقف قدام الباب واشد تفاصل قال لي كيجيش كالواليد والله تحسنت لي مديان بالله وخحنا من عائلة وحدة الشعار ديالي كان اطب بالزاف وطائق الشعار ديالو مكادد سبحالله إليك انت يعيش والعاقة ضياء الشعار ديالك يكون حياء هماليمك احد الشعار ديالو كيتكادد بوحده الخال عندي بقى شد فاص وقال ليه شنو داتي المنصيبة يكا نقول لك هنديم اكادي قاردي بالثلاثة طائق عندي وقال ليه تحمل مسؤوليتك طائق قال لي الواليد انا عارف شنو كان ديال بقى مساليك يالله بيال ليه بيال ليه بيال ليه داب وكمن شوف كيفت غدا تخرجت الحسانة هادي اوقف علي الخال وطائق يحسن ليه وانا بينه وبينكم والله تندمت حتى عطيته وراثي الخال عندي صونة تليفون مشاكيه دافيه براء الميكرو بيال طائق بغيدي قاردي ليه من قدام بثلاثة من سماداش المشطدي الثلاثة هو يضع بيال الزيرو من القدام من زيدي جبا بنت ليت باقيعة قدامي دفعته بديتك نغوت بعد خل خل كيشوف دكت باقيعة عندي قطعت التليفون وبدك يويل حيث الخال مسكين وخاوكك عزيز علي الواليد وما كيبريش يقلق قال ليش دات يالبوش اشقتلك؟ قلت لك غادي تخرج عليه قال لي والله ماذا تب العالي انسيت ماذا تقع المشطدي الثلاثة وضبط لي الزيرو القدام قال لي اواخ انا غادي نوريكم وبدك يستساوت خلنا بزوجنا للداخل الباش يال الدب الكبير لصغير كل شي مجوخ يطل علينا من بار قلتني ان اللي اول هو يدعب لي الزيرو الكل من بعد قلت طائق تاوه هو يدعب لي الزيرو قال لينا دابنتو ممعالين يلا اعطيوني بتي ساع وحشمت نخرج من دك السالون حيث كل شي يتفاق علينا بالضحك طائق وضلحام ما اعطنيش ما اخرج ما اعطى للدادك هم يتبعو الباش دام عين مزيان مشي تانل تجاه الاخر مع التفتكات السوقات دخلت للدار وكان لقى طائق مخزون في الدرج ما قاداش يطلع عند الام ديالو طي نضك عدوه يجل موض موض يلا نطلعو تمنا تحسن عيب دخلنا الطارق اينا مجموعين على برات ديالتي ما اشافونا بزوجنا الصلعين ما فهمو والو الوالدة تهزرت بالضحك من بعد ذلك ضحكوا علينا كاملين قللسنا وعودنا لهم فيلم اللي وقع وحنا باقين نضحكوه ومدينا كنسمعوا الغوات التحت طائق مشاكت للمساجة ميشوف شنو وقعه واحد اخونا قل لي ابق نضاب عماني ما شف طائق بحال هكو طائق والاصفاء هبطك جري حتى ما تصندالتهم البزش هبطك جري حفيان دونت الدعوة خليتم كاملين ومشي تلكو ذي نزيت واحد جنوية وتبعتم طائق سبقني حتى الحكت عليهم من الصالون قلقه ججاج كامل مفاشخ واحد البارهو ججاج حسن عند الخال عندي هم اللي سألاليهم مباش يخلصوا مدصوا واحد البزناز دي الخوهة يلا خاج من الهبس الخال عندي مع طلوش شدو ويقار عليه الميكروب تشجب خوهة وخوه جاب مع زوجي العشران وجاو فاق عولين بحال كامل مشوف حالاتهم وخلوا الخال عندي مع الصب الخال عندي مع اشف والدو مبطى لي واحد الزواطة وقال لي الله معي مشيت عنده مانايا خال اطادك في عيني وقال لي تسير الضار وقال لي الله غادي مشي معاكم عماني مشت خالي كي خنزافي بحالكو قال لي غابت تسير الضار ولو غادي نضابك بضع صنط اللول دويت معك تسير الضار مشتهم عصب بزافة ما بغيش نخصى ليه أرجعت له وخليتهم غادي نبو حدهم غايت غادي تابعهم من بعيد حتى الشم مصطول واحد الضار وقعت اللي بدك يفاقع في ذاك الباب تمو جين ذاك ثلاثة أو ثانية عندهم خلاوهم الوسط طارق وخالي وضايا بيهم ثلاثة دي المكايب واحد يوم هالسنسلة دي المطار واحد هالسقاعر والاخر كان هالس عليهم واحد جنوية هاد اللحظة مسعود شبارتي مشان ذاك ياسير الكيليميني هو ياسير ولد الشعب مشيت كنجري ودخلت معهم الخال عندي كان كي غوت علي وكي عافية ولكن ما تسوقت له كل واحد في نقصد واحد اخونا اللي يجب الظاهرين هو اللي كان هالسنسلة دي الموضوع معوصل حدا يشحطني كان حساسي تكلمت في الضار دي هالي صباط في ذاك الضابر وزيد ذاك الجنوية حتى الفوق كنت غادي نغبط عليه للعنق في اخر لاحظة قلت عدو بالله من شيطان الرجيم ضوّرت ذاك الجنوية ونصليه بهالعنق السيد تخلع بزاك وبدأ يقلب في عنقه كي اسحابني حليته كان بغي يعاودي ضابر ولكن عافني وما كنخافش وما غاديش نعطلوه معبدك يقرب حدا يوليك كان هالسنوية وكندو ذاك اللي محده ومسحت قرب حدا يبخطوة غادي تحل كامل السيد تخلعه وقارج عبداللوران يروي عاكله وحطاره جنزبل معطه حلودة معطلع تفوق منه بقيت نضع فيه بدك القبضاء حتى السيد مبقاش قادر يتحرك ولا كامل دمايات من اللي كان دوره قلق الخال ديالي وطايقه واقفين كيشوفو فيه وما فهمو والو وهلي فدولي كيلي ميني حتى من ذاك المكارب الاخرين كانو كيطلبو فيه غاديش نطلق منه حيش كان قربه موت الميكروب غفلو ماذاك البزنازة وتمجيك يجري عندي وهزوحة طوطوارة كان غادي يجيب لي فراص الخال عندي هزوحة القاعدة للجاجة خويشي علي جابه لي فراص جرحة وتشكلت لي الجاجة في العنق ديالو طاح غارق دمياتي من الظهر ديالنا شو واحد ديجي عاية البوليس وقفت استافيطة وجمعونا كاملين تمتوكي حقه معنا بواحد بواحد الأغلبية بذلك الخدامة عرفي الوليد كوميسير تلقوني في الفلاصة واللسخول داك الميكروب اللي كانو وشيشي مع طلوش طايق ديجي مكان داوال ومع ذاكونا تلقوه مبقى الخال ديالي اللي لسخوله محاولة القتل الحاجة الوحيدة اللي كانك يقول طايقه تلقوه راسك الاخرش نبغي نشوفك راجل تلقوه لأم ديالك شيش عندوك لي خالي تلقوه ما غادي تدوز نهار هناك كانت بغي نشوف الوليد بأي طايقه وكانت باقي على الزيارة خمس يام ما عندي كيباش ندعليه عايت لواحد السيد كعاف الوليد وقدراني بغي ندوه معه بأي طايقه قالي يقولي شنو بغي تقولي هونه غادي نوصل لي عاوتلي الفيلم كامل كارا خالي ما بريتو دوز تنهار خلت شي كامل داروا لقبلي قالي يا صابت شي وكان صاحبي مبهزتنا غاديوه مع الواليد انا نقضيلك الافير انا بحلبك مشا معايا بتكينا تسيد بلا ما يوصل الواليد كاع خلت الكوميساري انا وياها دور مع الضابط اللي مكلفت منك طلعوا الخال عندي ودوروا مع الكوميسار قالي مخصرادك الميكرو بفاقة وما يوقع لي هوان هوان معك في البلاسة نخرجوه مشينا تسبيطار وقعنا الميكرو بهاب من تسبيطار وقعنا اول شي كان خايف من البوليسة مع فاق خيطه لي هو يعلق ارجعت لكم ميساريا وخرج معي الخال مع مشينا للدار تي دابا غدناتو عندك الميكروب قالي يا علاشو صاحبي ونحن غمقى مقلبوه على المشاكين قالي والله تا غادي ناجعو عندو والله غادي صوب دك شي كامل يخصوه قالي لما باشي الشمشنتا والله تا غاديمشي عندو انا وطائق ولا غاديمشي بوحد يقع بقيت عليها احتنات معي صحر الوالدة ما بقى تفهمت فيه والو كده بدورو تقولي هما خيطوا لي على الطريق اما الخلاق واللي ممزوج موالو كده بدورو كيقولي هما والله يتا والدك شي مرجال عليكم بالله مشينا لي حتى للدار ديالو ينفس الدقالي داتي ذاك النار ويتكدير دابا خالي ماشي من العاكسين بدك يفرقع في ذاك الباب هو يخوش ذاك الميكروب بتي لحساب باقي مسالك اليوم ما غادي تصوب ذاك الصالون كامل ولا والله تا غادي قطع لك العصاب الى جليك وما عندك ما تصور من عندي ججبة جنوية وتعلى علينا تنبك قالينا والله ما غادي نصوب شي حاجة واللي فجاء تكون دير لانا ما غادي نزرب عليك دابا عندك 48 ساعة ذاك الساعة عاد غادي تكون هادر اخر مع وصلنا للدار يلا قلسنا بجيناك نسمعو الدقان من اللي حليت الباب كان القاهم والدك البسنس جاءت لعند الخال عندي وقالت لها شحال عندك سماك دي الخاصة انا غادي نخلص لك كل شي غاعت اقول الولدي تي ساع الخال عندي يحسب دك شي كامل اللي خاصه وقلت ثمان شحال جبجاتهم في البلاسة حطاتهم اللي فوق الطابلة كنت عارف دك الميكروب غادي يخلص كل شي غا هو ما بغاش يبان طعيف في الداب باش كل شي بقى يخاف منه مهم الخال دي يصلح المحال دياله وكمل خدمته عادي طريق كمل العملو دياله وانا وصلت لقايا وبديش كنقلب على المدارس الحمد لله المعدة اللي كان طالب بزافة عاوني بزافة بسهل قمدار ثم دياله اللي غادي نقار فيها وما نخلص حتى يال الولدك تكمش عنده مرة مرة وستويني واشي جد يعطاني ذاك الفلوس يبين وبين كان يمشيش عنده ولكن ما كليل فلوس لأولو مهم ونشوفه مصافي مجا فيني كمل العام الولد جاش يعفو وتلقاهوه كنت قلص في الدار حتى يجع عندي واحد دريقة ليتكلم من واحد السيدة في القهوة قلت سنك وليمشيت القهوة قلت القهوة الولد مفهمت وغالو تلاحيت عليه وعنك تو ودموه في عينيه بس لي رأسوا يديها وعاود طلبت من السماحة على هذا الشيء كامل يدعت ليه قال لي ودي ماشي مشكل انا مسامحك في الدنيا وفي الاخر حتى انت أولدي سمح لي سمح ليه حتى ما عارفت كيفية نربيك طيالله نطلعو دا بالدار قال لي ايش من دار والدي هادي دار جدودك جدودك من أمك اللي عماني تعاملت معهم مجدت شداب انت مداخل عندهم مهم سلم عن الام ديالك وقل لنا قاعد ان شاء الله غادي نجين ديام الهنايا ونتحولوا لدارنا مهم عطيته التاليفون ديالي اللي كان عندي باش نبدأ نتواصل معه تملك بللي مجيت قلت له وليدا مسكينة وخاك وكفاحات وفي نص الوقت بقى في الحال وقلت قلت لي يا عودت لها الفيلم كامل وقلت لها لك وجد دراسك في اي لحظة غادي اقضاعي جديك مهم الوالد غباع لي ولكن مارا ماراك عادي تاليفون انا بقيت كنقاف داك المدرسة حتى الواحد نارك يتصل بي الوالد قال لي انا كريت واحد دار واني فرجت ومطيتها كاملة ان شاء الله بتدعم من غدار غادي تجير داكم جديدة صراحة بين وبينكم ما كانت عاجبني الحال ولفت داك الميكاور بالطريقة وجد دار وضار خالي العيشة معهم كانت تحسن من العيشة مع الوالد حتى طريق مليس مع الخبار ما عجبوش الحال قال لي صابع الميكاور بتخلينا ذي بين وبينك انا غادي يمشي معهم ولكن غنعود نرجع كانت طال عليها الدم في اللول وما كتش ما نتحول معهم ولكن فرحت بزاف من اللي عرفت الوالد شد واحد ضار قريبة ضار جدا وفي حي شعبي عرفت ان الوالد تبدل الوالد مكانتش عنده نص العقلية في اللول الوالد مش عند بابه واخد من عنده الحق دياله شي فلوس كان خازنه مع عنده واخده شي حقه قديم ذاك الفلوس كان بهم الطار وفرشة وفي نص الوقت كان واحد تلقى هو كينة في نص الحي ولا هو لمسي اها ارجع الوالدة للطار وبدت تصلح العلاقه بينه وبين عائلة الوالدة صالح معهم كاملين الا الخال ديالي كان حاقد عن الوالد مبغاش يدور معه مالي جيش كان بحث علاش ونقيت نهار العاس ديال الوالد كان جاي الخال ديالي وفرحان بالعاس ديال الوالد مالي بغي يسلم عن الوالد الوالد مبغاش يسلم عليه الخال عندي متكين مدى احتش يردت الفعل مبغاش يخسر الاختو العاس حضر راسه وخجبار منتماك هو حاقد عن الوالد وما كيدويش معه مهم داست الوقت الوالد بغي يحسن واحد نهاره هو يقصد الخال عندي ودخلت سلم عليها وقال لي بغي نحسن الخال عندي قال لي اسمح ليه ولكن لقيت نساليك ناد عنده الوالد وعن نقو بس لياسه وقال لي اسمح ليه بزاف ما عنديش راهد بالحسانة انا جيت بغي نطالح معك الخال عندي وخاق بيحة قلبه بيض يسمح للوالد ونسى كل شي تكشي ليداس دوا مع الخال ديالي وقال لي بغيت نشكركم بزاف حيث وقفت مع ولدي في الوقت ديال المحنة واحتى انا غادي نرد لك نص الجميل يداتي مع ولدي قال لي انا عارف انت بغي تدخل ولدك للبوليس وما قبلهش ليك خالنا غادي نتوسط ليك وغادي يخدم في البوليس واني دايج اخدي تسمية والكنية ديالو وبحثت عليهم زيان كين واحد الكونكون ان شاء الله في شهر ثلاثة غادي يدخل ليه ولدك وغادي تقبل الخال عندي كان غادي يطيع بالفاحة حيث عياما ينقذ مع ولده بش يدخله البوليس وما تقبلش ليه داس الوقت وصلت شهر ثلاثة وفعلا دخل طريق البوليس واتقبل الوليد قاعد معاه في اللي كيعافى طلبهم عليه وبقى معاه توقف علاج ليه وقدر يخدم في البوليس فضاف عامين كنت انا كملت لقايا في المدارسة وطريق احتوى ولا بوليسي المدارسة اللي قاعدت فيها عاونتني بالسرف واول خدمة قاعدت نخدمه شديت ثلاثة لاف دام كانت تمال اللي عاجبني بالسرف وبالدلي يا حياتي اما طريق الواليد كيعاون فيها وكواريها القوالب بش يكمل لقايا ديالوي والي كوميسيها من بعد من بعد هات المعاناة كاملة جمعات العائلة في اللخة وكتشي واحد مبقى حاقد على الاخو حتى الهنا الخوت كانت تكون سهلات قصة ديال اليوم كانت تمنى تكون عجباتكم بزاف وكان شكواتكم بزاف بزاف لدعم ديالكم تلقوا في قصة اخوة الخوت تلو 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 تلو